عشاق كمال الأجسام والفتنس أينما كنتم السلام عليكم لا يختلف اثنين على أن التغذية هي أساس لعبة كمال الأجسام فلا يمكنك تحقيق هدفك ببناء الجسم الذي ترغب فيه دون الاهتمام بنظامك الغذائي لكن المشكلة الذي قد يواجهه أي متدرب هو معرفة مدى دقة النظام الغذائي وتوافقه مع الاهداف التدريبية المرغوبة لذلك فالطريقة المثالية لضبطه حسب أهدافك الخاصة هي من خلال حساب السعرات الحرارية لا تقلق الأمر ليس بتلك الصعوبة التي تتخيلها فلن تخرج من هذا المقطع إلا ولديك المعرفة الكافية التي ستجعلك تبني نظامك الغذائي بنفسك فتابع معنا كلنا نعلم أن جسم الإنسان يحتوي على مجموعة من الأعضاء الحيوية مثل القلب، الدماغ والكبد هذه الأعضاء تحتاج إلى طاقة من أجل القيام بوظائفها وتختلف كمية هذه الطاقة حسب الجنس، العمر، الوزن والطول إذن فكل جسم يحتاج إلى مقدار معين من الطاقة يوميا للعيش والقيام بنشاطاته المختلفة ويتم التعوير عن هذه الطاقة بمعدل الاستقلاب الأساسي بي أم أر اختصارا لبيزل ميتابوليك ريت بوحدة قياس تسمى الصعورات الحرارية أو الكالوري الآن بعد أن أخذت فكرة عن البي أم أر سننتقل إلى طريقة حسابه توفيرا للوقت والجهد كل ما ستقوم به هو الدخول لهذه الصفحة بموقعنا جيمبوست حيث ستجد الرابط في الأسفل بالوصف وتقوم بملء المعلومات المطلوبة منك وحدة القياس إما بالكيلوغرام والسنتيمتر أو بالإنش والباوند مثلا سندخل معلومات صديقنا أمين جنسه ذكر عمره عشرون سنة وزنه سبعون كيلوغرام طوله مئة وثمانون سنتيمتر معدل نشاطه اليومي ما بين ثلاثة إلى خمس مرات في الأسبوع من التمرن ثم نختار معادلة الحساب التي نريد حيث ستجد في أسفل الصفحة الفرق بين المعادلتين وأخيرا نضغط حساب وسنحصل على عدد السعرات الحرارية المطلوبة يوميا من أمين للعيش بمراعاة أسلوب حياته الخاص الخطوة الثانية الآن هي تعديل السعرات الحرارية لأمين لتناسب هدفه الخاص مثلا هو يريد الحفاظ على وزنه الحالي إذن سيترك العدد كما هو أما إذا كان هدفه هو رفع الوزن والتضخيم فيجب عليه زيادة ما بين 250 إلى 500 سعرات حرارية وإذا راد إنقاس وزنه وتنشيف الدهون فيجب عليه إزالة ما بين 250 إلى 500 سعرات من مجموع سعراته الحرارية الخطوة الثالثة الآن هي الأصعب لذلك نرجو منك التركيز وأخذ ورقة وقلم لتدوين جميع المعلومات المغذيات الصغيرة والمايكروناتريينتس هي الأملاح، المعادن والفيتامينات هذه العناصر الغذائية ليس لها أي تأثير على السعرات الحرارية لأنها لا تحتوي على طاقة لكن استهلاكها هو أمر مهم جدا للحفاظ على سحة الجسم المغذيات الكبيرة أو الماكروناتريينتس هي الدهون، الكربوهيدرات والبروتينات هذه العناصر الغذائية تحمل طاقة مهمة ويمحور حلقتنا اليوم هناك عناصر غذائية أخرى لكن جسم الإنسان لا يستطيع هضمها مثل سكريات الكحول والالياف تذكر أن 1 جرام من الدهون يحتوي على 9 سعرات حرارية و1 جرام من الكربوهيدرات يحتوي على 4 سعرات حرارية ثم 1 جرام من البروتينات يحتوي على 4 سعرات حرارية حسناً، سنأخذ الآن السعرات الحرارية التي يحتاجها أمين للحفاظ على وزنه ونوزع العناصر الغذائية على العدد أولاً، كمية البروتينات التي سيحتاج يومياً بالنسبة للشخص غير الرياضي فهو يحتاج 0.8 جرام لكل كيلو جرام من وزن جسمه الصافي ليوفر حاجيته اليومية من البروتينات بالنسبة للاعب التحمل العضلي سيحتاج 1.3 جرام لكل كيلو جرام من وزن جسمه الصافي يومياً لبناء العضلات أما لاعب القوة العضلية سيحتاج ما بين 1.6 جرام إلى 1.8 جرام كحد أقصى لكل كيلو جرام من وزن جسمه الصافي يومياً لبناء العضلات هذه الأرقام مأخوذة من دراسات علمية موثوقة وجميع الأوراق البحثية التي اعتمدنا في مقطعنا ستجدها في صندوق الوصف بالأسفل أمين لاعب قوة عضلية إذن سيحتاج 1.8 جرام من البروتين يومياً وطريقة الحساب هي كالآتي نضرب الوزن في كمية البروتين وسنحصل على كمية البروتينات التي سيحتاجها يومياً وكما نعلم أن كل جرام من البروتينات يحتوي على أربع سعرات حرارية إذن 126 جرام من البروتين يومياً ستوفر لأمين 504 سعرة حرارية ثانياً كمية الدهنيات التي سيحتاجها أمين يومياً توصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك كمية دهون صحية تتراوح ما بين 20% إلى 30% من معدل الاستقلاب الأساسي للبالغين بالنسبة لنا سنختار 25% نأخذ معدل الاستقلاب الأساسي دون سعرات حرارية مضافة أو ناقصة ثم نأخذ منه النسبة التي نريد ونعلم أن كل جرام من الدهون يحتوي على 9 سعرات حرارية إذن 670.5 سعرة حرارية تعادل 74.5 جرام من الدهون أخيناً كمية الكربوهيدرات التي سيحتاج أمين بالنسبة للكربوهيدرات سنأخذ الكمية المناسبة لسد الحاجية اليومية لأمين من السعرات الحرارية كما حسبنا من قبل فمجموع السعرات الحرارية التي تحصلنا عليها من البروتينات والدهنيات هو 1507.5 سعرة حرارية إذن ما تبقى لدينا هو 1370 سعرة حرارية وكما نعلم أن كل جرام من الكربوهيدرات يحتوي على 4 سعرات حرارية إذن 1370 سعرة حرارية تعادل 342 جرام من الكربوهيدرات الخطوة الأخيرة الآن هي تقسيم العناصر الغذائية على عدد الوجبات اليومية بالنسبة لأمين سيأخذ 6 وجبات في اليوم والنتيجة ستكون كالآتي البروتينات 24.3 جرام في كل وجبة الدهنيات 12.41 جرام في كل وجبة الكربوهيدرات 57 جرام في كل وجبة بعد أن انتهينا من إعداد نظام غذائي خاص بصديقنا أمين فلننتقل إذن لبعض النصائح والإرشادات بخصوص حساب السعرات الحرارية هل يمكن التنبؤ بعدد الكيلوغرامات التي ستكتسب أو تفقد في مدة زمانية معينة؟ هناك العديد من الخرافات حول إنقاص الوزن ولعل شهرها هو إنقاص 500 سعرات حرارية يومياً يعني إنقاص 5 كيلوغرامات في الأسبوع ما يجب معرفته هو أن جسد الإنسان لا يعمل بهذه الطريقة فالأمر يعتمد على نوع الجسم ومعدل الأيد ونشاط الهرمونات وأسلوب الحياة والكثير من المهاشرات التي تجعل التنبؤ بالوزن الذي ستكسب أو تفقد إذا اتبعت نظام غذائي معين مستحيل لا تقم بتغييرات كبيرة في مدة قصيرة الزيادة السريعة والبطيئة في الوزن تسبب اضطرابات في معدل الأيد والغدد وتؤدي إلى التقلبات الهرمونية فكما حصلت على نتيجة سريعة سترجع لمستواك القديم بل أسوأ بسرعة كبيرة ويرجع ذلك إلى أن الاعتماد على كم من قليل من السعرات الحرارية يوميا يجعل الجسم يعتاد على إبطاء عملية التمثيل الغذائي أو الأيد المسؤولة عن حرق السعرات الحرارية مما يعني أن أي طعام يتم تناوله بعد هذه الحمية لن يتم حرقه بسهولة في الجسم مما يهدي إلى زيادة تراكم الدهون واستعادة الوزن المفقود مرة أخرى لذلك اجعل هدفك طويلة المدى والتزم بالصبر مثلا لو كان هدفك هو إنقاس 500 سعرة من مجموع سعراتك الحرارية اليومية فابدأ في الأسبوع الأول بانقاس 100 سعرة ثم في الأسبوع الثاني 200 وهكذا حتى يعتد جسمك تدريجيا على النمط الجديد لا تجعل سعراتك الحرارية اليومية تقل عن 1000 النزول بالسعرات الحرارية تحت 1000 يشكل خطرا كبيرا على الجسم فعدم حصول الأعضاء الحيوية على الطاقة الكافية يهدي إلى تلافها لذلك احرص على إمداد جسمك بالطاقة الكافية واتبع نظاما غذائيا صحيا طويل المدى ماذا عن الأشخاص أقل من 18 سنة؟ إذا كنت أقل من 18 سنة فجسمك لا يزال في حالة نمو طولك يزداد وهرموناتك في حالة عدم استقرار وأي تغير كبير في السعرات الحرارية سيسبب لك مخاطر صحية لذلك احرص على استهلاك كمية كافية من الطاقة والفيتامينات لنمو جسمك بشكل كامل فبدلا من استعمال نظام غذائي قاسي ركز على أن تكون وجباتك صحية وسيستجيب جسمك لأهدافك بشكل تلقائي إلى هنا ينتهي موضوعنا ونتمنى أن تكون قد استفدت معنا ونطلب منك دعمنا عبر مشاركة المقطع مع أصدقائك كما ندعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس إلى الرد التوصل بجديدنا فور نشره والسلام عليكم